وفي اليابان بدأت السلطات الصحية في توكيو إعطاء جرعات معززة ضد كوفيد-19 لسكانها المسنين عقب تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون وسجل في العاصمة توكيو أحد عشر ألف إصابة وثلاث وفيات بعد يوم من إعادة فرض قيود على التنقلات والنشاط التجاري وفي سياق المتصل أمرت الحكومة المحلية في العاصمة الصينية بكين بإجراء المزيد من فحوص الكشف عن كوفيد-19 مع استمرار تسجيل المدينة لحالات عدوى جديدة وفي السياق ذاته أعادت الحكومة نيوزيلندية فرض قيود جديدة لسيطرة على تفشي كوفيد-19 عقب اكتشاف حالات جديدة لمتحور أوميكرون وقالت رئيسة الوزراء اليوزيلندية جاسيندا أردرن أنه لن يكون هناك إغلاق عام ولكن ستفرض قيود على التجمعات مع إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج مشيرة إلى إمكانية استمرار الشركات في فتح أبوابها وإتاحة حرية التنقل والزيارات للسكان وأضافت أردرن أن خطط إدارة أزمة أوميكرون ما تزال في مرحلتها الأولى مؤكدة العمل على تسريع الاختبارات وعزل الحالات للتقليل من تفشي الفيروس ترجمة نانسي قنقر